السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طالبات وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعدادي إن شاء الله متابعين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة كتاب جيم، كتاب بايبيت، كتاب المعاصر، الفيديوهات موجودة على القناة بإذن الله نخد مع بعض النهاردة إكسرسايز تدريبات أونفوكابلاري على المفرضات للدسين الثالث والرابع من الوحدة الأولى يونت وان من كتاب بايبيت عشرين أربعة وعشرين للعام الدراسي الجديد نحل مع بعض صفحة تلاتة واربعين واربعين أول سؤال معي خاص بالاختيارات، سؤال رقم واحد عمي بيستخدم أنوات في الحديقة الخاصة بي بيستخدم إيه في الحديقة؟ تور عشان يروي أو يسئي هس بلانتس النباتات بيستخدم إيه عشان يروي أو يسئي النباتات؟ تمام؟ يبقى عمي بيستخدم كاب، اللي هي الكبعة أو الكاب ولا ما بيستخدم الخريطة، ولا تيب اللي هو الشريط اللاصق ولا بيستخدم تاب اللي هي الحنفية أو الصنبور بيستخدم تاب الحنفية أو الصنبور في هس جاردن في الحديقة بتاعته تور هس بلانتس عشان يروي النباتات بتاعته رقم اتنين، بيقول لي هنا روبرتا سفاملي عائلة روبرتا هوم منزل عائلة روبرتا، روبرتا سفاملي هوم منزل عائلة روبرتا هاز أنوات جاردن، بيكون في حديقة إيه؟ جاب لي هنا بقى عايزين بقى أصفها للحديقة كيرفول يعني حذر وحريص هلبفول يعني متعاون لارج يعني كبير ولا تشيب رخيص الحديقة هنوصفها بإن هي لارج كبيرة رقم ثلاثة العكس من كلمات جزاب عكس جزاب، حاجة جزابة إذن العكس بتاعتها بيكون إيه؟ سمول صغير أجلي كبيح جميل جد جيد يبقى عكس الجزاب حاجة جزابة عكسها أجلي بيكون إيه؟ حاجة قبيحة رقم أربعة نقاط دي في اليوم إيه؟ ريم جيتس أب ريم بتستايكز جوستس كول بتذهب للمدرسة ثم بتساعد مامتها في المحل بتاعها تمام يبقى ده اسمه يوم إيه؟ نقاط دي دي يوم تبكال يوم نمطي أو نموزجي يعني بتكرروا معاها بشكل روتيني كده ولا فيمس ده يوم بيكون مشهور ولا هيلبفول يوم متعاون ولا كيرفول يوم حذر وحريص طبعا ده يوم نمطي أو نموزجي بعد كده هنا رقم خمسة أنا بعيش في مدينة لكن أجدادي بيعيشوا في إيه؟ أمانك فلتس أمانك فلتس يعني بين الحقول بين الحقول يبقى بيعيشوا فين بقى؟ تون بيعيشوا في مدينة صغيرة ولا كابتل بيعيشوا في العاصمة ولا فيليج بيعيشوا في قرية بها حقول ولا كونتري اللي هي الدولة طبعا بيعيشوا في فيليج بقى هنا فيليج أمانك فلتس في قرية بين الحقول بعد كده صفحة 44 واستقر رقم 6 بيقولي هنا I like to بحب نقط that chicken chickens اللي هم الدجاج تمام؟ بحب أعمل إيه؟ الدجاج فيد يعني يطعم بحب أطعم الدجاج فيل يعني يشعر ميت يعني يقابل درينك يعني يشرب أو مشروب يبقى I like to feed that chickens بحب أطعم الدجاج رقم 7 I like your dress أنا معجب بyour dress الفستان بتاعك أو بحبيته أو معجب بits بيكون إيه بقى تيرا والده فزيع وسيء جدا فزيع وسيء جدا ولا attractive الفستان ده جذاب ولا أغلي فستان قبيح ولا بات فستان سيء طالما أنا موجب بيه أو الفستان ده أنا حبيته تمام يبقى الفستان ده فيه ميزة إيجابية أو حاجة حلوة يبقى attractive جذاب رقم 8 this is the man ده بيكون الرجل نقطت ran after me yesterday اللي هو جرى ورايا yesterday بالأمس هو بمعنى الذي اسمه وسط بمعنى الذي which هنا أي الاختيار ما بين اثنين ولا when بسأل بها عن الوقت where بسأل بها عن الايه بمعنى حيث أو بمعنى أين لو في كلمة استفهام يبقى حيث وين بمعنى هنا عندما يبقى this is the man هذا هو الرجل who ran الذي جرى after me جرى ورايا كده يستردي بالأمس رقم 9 trains travel يعني الكطرات بتسافر on no outlines على خطوط ايه post الملصق أو المنشور airway اللي هو ايه خط جوي أو الطريق الايه الجوي ولا railway اللي هو خط الايه خط السكة الحديد ولا servant servant اللي هو الخادم يبقى trains الكطرات travel on بتسافر على railway lines خط السكة الايه الحديد railway اللي هو السكة الحديد بعد كده رقم 10 dangerous men اتنين من الرجال dangerous يعني خطير اتنين من الرجال الخطرين escape يعني هربا هربوا from ايه last week هيهربوا من ايه رجال وخطرين هيهربوا من ايه بريزن هيهربوا من السجن school هيهربوا من المدرسة ولا ورقة هيهربوا من العمل ولا university هيهربوا من الجامعة طبعا هيهربوا من ايه بريزن السجن رقم 11 her family was very عائلتها كانت ايه جدا they couldn't buy her ما قدروش يشترولها a new dress فستان ايه فستان جديد يبقى العيلة دي كانت ايه attractive يعني جذاب ولا poor ولا عيلة فقيرة ولا happy يعني سعيدة ولا rich يعني عيلة غنية طبعا كانت عيلة ايه very poor فقيرة جدا رقم 12 one a day حسن had an accident حسن عمل ايه accident يعني حادث on his way home في طريقه للبيت وهو ماشي trouble في يوم سيء او يوم فضيع ماشي او في يوم فضيع او في يوم سيء جدا nice ده كان يوم جميل انه عمل حادث ولا جود ده كان يوم جيد انه عمل حادث ولا wonderful رائع انه عمل حادث طبعا one trouble day ذات يوم من سيء حسن had an accident يعني اعمل ايه حادث on his way home في طريقه للبيت رقم 13 the opposite of near العكس من كلمة قريب عكس كلمة قريب ايه is close يعني قريب دي بتسويها في المعنى follow يعني مليء be far يعني بعيد high يعني علي ومرتفع عكس نير قريب far بعيد رقم 14 that woman الرجلان had an interesting قاموا بايه shake in the forest في الغابة لسه يكون اسبوع الماضي الرجلين قاموا بايه شايك في الغابة adventure عملوا مغامرة او قاموا بمغامرة شايكة كده في الغابة فلايت يعني هنا يسافر ايه جوا او طيران اللي هي رحلة يعني جوية ولا هنا address اللي هو العنوان ولا يعني يراسل نصيا او رسالة نصية يبقى هنا had an interesting adventures او adventure قاموا بمغامرة شايكة in the forest في الغابة رقم 15 our science teacher مدرس العلوم بتاعنا suggested يعني اقترح on a trip to a factory رحلة اقترح علينا ازهاب لرحلة لمصنع تمام suggested بيجي لبعدها to going to to والverb وimg يبقى to going ولا go المصدر ولا to go to والمصدر ولا الverb ing طبعا بيجي لبعدها الverb ing يبقى gong نكمل هنا رقم 16 I'd like a word and to have a naut of t without sugar اود ان اتناول او اشرب كوب من الشاي بدون سكر كاب كوبعة تاب اللي هي الحنفية كاب اللي هو الفنجان فنجان كده من الشاي من غير سكر ولا تاب اللي هو الشريط اللاصق طبعا عايز اخد فنجان كده من الشاي من غير السكر السؤال رقم 17 I share ابي انا اشارك او اتقاسم غرفة غرفة النوم نقط my brother علي عايز اقول اشارك غرفة النوم مع اخي علي اسمها share ايه share share with share buy share for اسمها share with يعني يتشارك او يتقاسم مع رقم 18 ذا نقط in this restaurant ايه في هذا المطعم is very friendly يعني بيكون ودود جدا دكتور الدكتور في المطعم ده ودود جدا ولا فود ولا الطعام ودود ولا نايف السكينة بتكون friendly ودودة ولا ويتر اللي هو الجرسون طبعا الجرسون هنا اللي ينفع ان انا اوصفه في المطعم ده بيكون very friendly يعني ودود جدا رقم 19 we were scared احنا كنا خايفين when the room was full not smoke لما الغرفة كانت عايزة اقول مليئة بي smoke اللي هو الدخان لما الغرفة كانت مليئة دخان احنا كنا ايه scared يعني خايفين اسمها fall اي fall ات fall off fall on fall off اسمها fall off يعني مليئة بي رقم 20 don't forget يعني لا تنسى لا تنسى your hands ايديك before meals قبل الوجبات ما تنساش ان انت تخسل ايدك قبل الايه meals الوجبات يبقى عندي هنا don't forget to washing to والفرب وينجي ولا washing الفرب وينجي ولا wash في المصدر ولا to wash طبعا forget ما تنساش to wash يبقى بعدها to والمصدر ما تنساش ان انت تخسل your hands ايديك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة